اشتركوا في القناة التواصل والتحديات والابداع في سن الاذاع مستمر ومنطلق مع هذه الاثار الحاضرة الستة كيلو مترات هي من تحدد مساري هذا الشوط عاشر الاشواط مشاهدين متابعين الكرام الذي تعلن فيه الانطلاق لبكار الاذاع المهجنات الاصائل بهذه الشعارات الجميلة التي تتشكل في الوانها التي تقدم كل ما هو جميل وكل ما هو رائع تنافس على شرف الفوزي والناموس انطلق الشوط مشاهدين العزاء وانطلقنا مع المراكز لولا لنتعرف ونتابع في ما يدور من تنافس وتبادل المراكز وتحديات جميلة على راس الحرب شعار حمدان بن محمد بن نايع يسيطر على مقدمة الشوط يندفع مع مقدمة هذا المسار وهذا اللقاء الجميل والرايع هذه تتقدم بالمركز الاول هذه طموح 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 حمدان بن محمد بن راشد بن نايع اغفلي على راس حرب الشوط من طموحي للمركز الثاني والمركز الثاني هذه سوال تأتي في المركز الثاني ياسر بن صغير بن عبدالله المالكي تتقدم على ثاني المراكز المركز الثالث ثالث المراكز ما شاء الله شوف الهد من هد عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي ياتي على المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع هذه جواهر عبدالله بن طويرش بن محمد لوهيبي تأتي في المركز الرابع المركز الخامس تتواصل فيه وتنطلق على خامس المراكز نجود أنبارك بن خلفان بن مطر بن كنه الشامسي ياتي على المركز الخامس المركز السادس هذه وصلت لمشاهدك تارا تأتي في هذا الانطلاق والاندفاع عبدالله بن طويرش الوهيبي كذلك يقدم هذه النوعيات الجميلة المركز السابع سابع المراكز مشاهدين متابعين الكرام هذه تدخلت وتقدمت هذه مزون لعلي بن حمود بن علي الظاهري هناك المركز الثامن هذه اللي تواجدت في ثامن المراكز وراشد بن أهلال بن سعيد العفاري والمركز التاسع هذه التاسع اللي هي مشاهدي العزاء دومة دومة تاتي عتيج بن مطر القبيسي والمركز العاشر من وصلت فيه هذه الشايعة تعود ملكيته لعامر بن خليفة بن حمود بن عامر الوهيبي هذه النتيجة هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى ولكن الشوط ملي الشوط ملي بالأعداد الشوط ملي بالشعارات الشوط ملي بالأسماء الجميلة والرائعة خصيصاً في المهجنات الأصائل في المهجنات عود إلى المراكز الأولى عود مرة ثانية بعدين أكملت العشر لهذه المسار ولهذا الاندفاع أعود إلى طموح وإلى الطموح مع هذا الشعار الجميل الذي حاضر من بداية هذا الموسم بقوة وبأمال كبيرة مع هذا الاندفاع والانطلاق هذه طموح على رأس الحرب تتقدم بالمركز الأول وحمدان بن محمد بن راشد بن نايع أحد شباب من الطامحين إلى تحقيق الفوز والناموس والرموز بهذا الشعار وهذا الاندفاع المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدي العزاء نجود 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 أمبارك بن خلف أمبن بطر الشامسي يأتي على ثاني المراكز أما المركز الثالث تواجدت في المركز الثالث هذه تأتينا سول سول على المركز الثالث وياسر بصغير بن عبدالله المالكي يتقدم مع سول في المركز الثالث المركز الرابع هذه تقدمت في رابع المراكز هذه صخرة تأتي في هذه اللحظات وراشد بن أهلال بن سعيد العفاري يقدمها على المركز الثالث والرابع الرابع المركز الخامس تدخلت غيرت من وقعها دوم عتيج بن مطر القبيسي اللي انطلقت وأيضا هناك اسم جديد أريام أريام تدخلت بقوة وراشد بن بخيت بن راشد الشامسي يقدم أريام هذه اللي انطلقت اللي اندفعت ووصول وتحرك كذلك من قبل الشائعة تعود ملكية العامر بخليفة بن حمود بن عامر الوهيبي في هذه الانطلاقة في هذا الاندفاع الجميل وهناك الأسماء والشعارات العملاقة الحاضرة في هذا الشوط الفائزة وصلت الفائزة خالد بن سعيد عبدالله بن بروك الحميري 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 وبن طويرش غادم في هذه اللحظات أيضا عبدالله بن طويرش الوهيبي وكيف غادم خالد بن عبدالهادي بن فهد بن صفوان أو الذي ياتي في هذه بن صوفان الأحبابي ياتي في هذا الاندفاع خلاص الأمور اختلطت الأمور انطلقت الأمور تت كل الجماعة قادمون كل الجماعة رافعون شعاري نحن قادمون يلا ناموس إلى الفوز مع الإبداع والإذاع طموح لا زالت طموح على المركز الأول تسيطر على مقدمة الشوط وحمدان بن محمد بن راشد بن نايع لقفلي بن نايع لقفلي يقود مسار الشوط والقبيسي على المركز الثاني يتقدم على ثاني المراكز بهذا الانطلاق دواما 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 عتيج بن مطر القبيسي على المركز الثاني والمركز الثالث براشد بن بخيت الشام سياتي على المركز الثالث المركز الرابع هذا عامر بن خليفة بن حمود بن عامر الوهيبي يتقدم على المركز الثالث الكلو الخير والأسماء متقاربة الاسماء متقاربة الطموح عند الكل في الكلو الخير وبن نايع مصيطر والقبيسي غادم وبن نايع مصيطر والقبيسي غادم والوهيبي مشاهدين العزاء على المركز الثالث على المركز الثالث في هذا الانطلاق عامر بن خليفة بن حمود الوهيبي يتقدم ووصل الشقي ووصل الشقي ووصل حمدان بن سعيد بن راشد العويسي كذلك من الجانب الآخر من الجانب الآخر كل الجماعة قادمون كل الجماعة قادمون شوف القبيسي هناك مع المركز الأول ولكن شعفور يتغدم في هذه اللحظات يتغدم شعفور حمدان بن سعيد بن راشد ولكن القبيسي بنبروك الحميري بنبروك الحميري اللحظات الاخيرة لمن الفوز شوط المهجنات كان مثير الألقاية يتغدم مشاهدي العزاء ولكن الأمتار الاخيرة الحميري ولا شعفور الحميري ولا شعفور بنبروك الحميري ولا لقبيسي ولا لقبيسي الامتار الأخيرة ولكن بن بروك النقطة الثانية مبروك يا بن بروك هذه الفائزة خالد بن سعيد بن بروك الحميري بينما تاتي في المركز الثاني وضوح لحمدان بسعيد بن راشد العويسي والمركز الثالث الثالثة شفتوا رقامهم لحمدان بسعيد بن يابر المركز الرابع مشاهدين متابعين الكرام لعتيج بن مطر بن حسن القبيسي والمركز الخامس في هذه اللحظات هذه العامر بن قليفة بن حمود الوهيبي هكذا كان الشوطة ولكن مثير للقاية انتزعت ناموس هذا الشوطة والنقطة الثانية خالد بن سعيد بن بروك الحميري تسع دقائق ثمانت عشر ثانية وجزين من الثانية تهانينا وسلاماتنا لك يا الحميري على هذا الفوز وضوح في المركز الثاني أيضا قدمت أدى جميل تسع دقائق ثمانت عشر ثانية ثلاث أجزاء حمدان بن سعيد بن راشد العويسي شعفور تهانينا على الفوز بالمركز الثاني والمركز الثالث أيضا تسع دقائق ثمانت عشر ثانية وأربع أجزاء من الثانية حمدان بن سعيد بن يابر الشقي أتى في المركز الثالث تهانينا والناموس لجميع الفايزي مشاهدين